طيب خليفة هبدأ معك بشكل عام شايف البطولة حتى الآن إزاي بطول كاسلهم الأفريقية الدول الأول حتى هذه اللحظة إزاي يعني لو قسمنا كده في منتخبين أظهروا من اللحظة الأولى أن هم مختلفين عن باقي فرق البطولة السنغال والمغرب أظهروا حاجتين عدد كبير جدا من المواهب استقرار فني موجود وقوة بقى قوة مزدوجة بقى بين قوة الهجوم والحلول والتنوع والتماسك الدفاعي اللي هو أهم صفة ظهرة في السنغال والمغرب ما تقدرش يعني تحكم على باقي المنتخبات لسه بشكل قريب بسي ممكن أقول حاجة معلش أناسف لأعطيها تكبدر يا عوش إن السنغال لعبت قدام عشر لعيبة في معظم المباراة المغرب لعبت قدام عشر لعيبة في معظم المباراة متفق يعني أصدق هو مش تقيم نهائي وإن كان طبعا طبعا السنغال قوي جدا مصعدة قوي جدا فيش خلاف بس اللي اتنين يعني ظروفهم خدمتهم مليون المية ظروفهم خدمتهم في اللقاء بس إحنا لو بصينا برضو للهيستوري اللي جايين بيه البطولة هتحس إن السنغال والمغرب هم هم جايين البطولة بالأسماء اللي موجودة في الفرقة بالأداء اللي تعمل في كاس العالم وخصوصا من المغرب وحتى من السنغال في غياب ساديو من ايه تحس لأ وبعدين انت بتحس إن انت معاك مثلا في المغرب في عشن لعيبة من اللي كانوا موجودين قريدي في كاس العالم تسع لعيبة على الأقل والسنغال بنفس القوة بنفس الاستمرارية محدش ده مش معناه أبدا إن أنا بقولك إن هم دول اللي حتكملوا أنا بكلم بس إن هم أظهروا مستوى فني بقيت فرق البطولة اللي هي مرشحة عليها أن تغير شكلها مفيش حد فيهم ظهر بمظهر كويس حتى كل دفار وهي بتكسب طبعا عمل الأرض والجمهور ما تقدرش تستبعده في أفريقيا أبدا صح دايما عمل حاسم يمكن الفار يقلله شوية ولكن حيظل عمل حاسم عشان يحط كل دفار معاهم بقيت الفرق تانية المرشحة عليها أن تغير من الموضوع كله مفيش حد فيهم أظهر إن هو حتى التفوق الطبيعي اللي كان بيتم على فرق المستوى التاني والمستوى التالت غايب تماما لأن الفرق دي بقى عندها وعي وقربت منهم تماما فأنا عايز أقول إن السنغال والمغرب في حتة وفي نقطة كريمة أنا بحبها فيك أوي ما تكلمت عن أناحي بشكل جيد وتفهمت جدا تصريحاته يعني أنت إيه أنا بحي فيك الحاجة دي أنا عايز أوجيه له النهاردة برضو تحية وأقول له أن رقم واحد وأجمل ما في اليوم كالعادة كان جون أناحي نحن بكلمنا فنيا تصريح كلمة حاجة جديد كل دا يتنسل صحيح لكن يظل الحاجة الجميلة اللي بتتعمل يعني أناحي دا من اللعبة اللي إحنا بنحبه كشعب مصري أما لعب في كاس العالم كان من الناس اللي خاد عينينا كلها صحيح بالأداء بتاعه فموضوع الكلمة اللي تقالت الكلمة اللي ما تقالتش ممكن أقول لك حاجة وأنت أعطاك في منكم سافر المغرب في أي مباراة لما منروح المغرب دايما جماهير وشعب يعشقوا المصريين بشكل عام يعشقوا كرة القضب المصرية يعشقوا اللعبين المصريين وإحنا بنبادلهم نفس الشعور فأي حاجة بقى بتحصل في النص كده ساعات بتكبر بدون داعي يعني بلا داعي خاصة لما تبقى أنت بتتكلم مع ناس هما بيحبوك جدا وأنت بتحبوهم جدا الملاكشة كريمة اللي بتبعث عبين الأخوة وأنت ما بتلعب مع خوب بلايستيشا ممكن يروح خبطك كلمة عاملك كلمة حاجة وإنت بتروح خبطه كلمة والدنيا عادي بس أخوك في الآخر برافا عليك